السلام عليكم ورحمة الله معكم دكتور رضا صخر طبيب مقيم في الأمراض الباطنة محاضرتنا اليوم عن مقاربة مريض الإسهال الحاد المحاضرة تتضمن مقدمة حول مرض الإسهال ومقاربة المرض من ناحية القصة السريرية والفحص السريري والتقييم بالنسبة للاختبارات المخبرية والشوعية بالإضافة لتدبير ومتابعة مريض الإسهال نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مرض الإسهال هو أحد الأسباب العشرة الأولى للوفاة في جميع أنحاء العالم هو مصدر قلق خاصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات عند البالغين غالبا ما يكون الإسهال هو مرض مزعج عند الأفراد الأصحاء يجب التنويه أن معظم حالات الإسهال الحاد لدى البالغين هي من مسببات معدية لكن معظم هذه الحالات يتم حلها بعلاج الأعراض وحدها عادة عندما نعتني بالمرضة المصابين بالإسهال هناك نقطتان مهمتان يجب انتباه لهما وهما موعد إجراء اختبار البلاز والثاني ما إذا كان هناك ينبغي بدء العلاج التجريبي بمضادات الميكروبات أو المضادات الحيوية يركز نهج التعامل مع مرض الإسهال بشكل عام على التمييز بين المسببات المعدية التي يكون علاجها مفيدا عن الأسباب الأخرى يعرف الإسهال بأنه خروج براز رخو أو مائي عادة ثلاث مرات على الأقل خلال فترة 24 ساعة هذا الإسهال يعكس زيادة في محتوى الماء في البراز سواء كان ذلك بسبب ضعف انتصاص الماء أو الإفراز النشط للماء عن طريق الأمعاء تم اقتراح التعريفات التالية وفقا لمدة الأعراض تم تقسيم الإسهال إلى حاد ومستمر ومزمنه الإسهال الحاد يستمر 14 يوم أو أقل الإسهال المستمر أكثر من 14 يوم ولكنه أقل من 30 يوم الإسهال المزمن الذي يستمر أكثر من 30 يوم يعرف الإسهال الغازي أو الزحار بأنه إسهال مع وجود دم أو مخاط مرئي على عكس الالتهاب المائي عادة يرتبط الزحار بالحمى وآلام البطن بالنسبة للمسببات التي تسبب الإسهال معظم حالات الإسهال الحاد ناتجة عن عدوى كما قلنا هي معدية لأسباب معدية وتكون عادة محدودة ذاتيا تشمل أسباب المعدية الرئيسية للإسهالات الحادة كل من الفيروسات والجرافيم والطفيريات نذكر من الفيروسات النوروفيروس والروتوفيروس والفيروسات الغدية والنجمية وغيرها بالنسبة للبكتيريا نذكر السلمونيلا والعاطفية والشيقلة والعصفيات الكولونية المفرزة للذيفان المعوي بالإضافة للمطفيات العصيرة أو الصعبة بالنسبة للطفيريات نذكر الكريبتوسبوريديوم والجارديا وحلقيات الأبواغ والمتحولة عادة ما تكون معظم حالات الإسهال المعدي الحاد هي غيروسية كما يتضح من الملاحظة أن مزارع البراز تكون إيجابية فقط في 1.5 إلى 5.6% من الحالات في معظم الدراسات من بين المصابين بالإسهال الشديد فإن الأسباب البكتيرية هي المسؤولة عن معظم الحالات إذن معظم حالات الإسهال الحاد هي فيروسية لكن في الإسهال الشديد تكون معظم الحالات هي أسباب بكتيرية كما تم تحديد الطفليات بشكل أقل شيوعا على أنها من العوامل المسببة لأمراض الجهاز الغد من الحادة تصبح المسببات غير المعدية هي أكثر شيوعا عند استمرار الإسهال واتجاهه باتجاه الإزمان في الجدول التالي أهم أسباب الإسهال المعدة الحاد عند البالغين سواء الإسهال المائي أو الإسهال الالتهابي تم ذكر مسببات الأمراض المحتملة مع متوسط فترة حضانة لكل منها ومصادر الغذاء الشائعة بالإضافة إلى القراءة الوبائية الأخرى التي تدل عليها يمكن الرجوع لهذا الجدول بشكل مرجعي بالنسبة لتقييم مريض الإسهال عادة لا يتقدم معظم البالغين المصابين بالإسهال الحاد لرعاية الطبية وذلك بسبب الطبيعة الخفيفة أو المؤقتة للأعراض فيما يكون التقييم للإسهال الحاد له ما يبرره عند الأفراد الذين يعانون من الحمى المستمرة أو الإسهال الدموي أو الآلام الشديدة في البطن أو أعراض نقص الحجم كالبول الداكن أو الشح البول أو الذين لديهم تاريخ من الداء المعوي الالتهابي قد يكون هناك ما يبرر الاستشفاء في وجود مثل هذه المخاوف لا سيما إذا كان هناك تاريخ طبي معقد لتثبيت المناعة على سبيل المثال المرضى الذين يعالجون من الأورام الخبيثة أو الذين لديهم تاريخ في زرع الأعضاء أو هناك إصابة متقدمة بفيروس نقص المناعة البشرية أو أمراض الأوعية الدموية والقلب والأوعية الدموية الهامة بالنسبة للتاريخ المرضي يجب أن يتضمن التقييم الأول للمرضى الذين يعانون من الإسهال الحاد تاريخاً دقيقاً لتحديد مدة الأعراض وتكرار وخصائص البراز والأعراض المصاحبة بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون هناك محاولة لاستنباط دليل على نقص الحجم خارج الخلية على سبيل مثال البول الشحي الأصفر الداكن بالإضافة إلى نقص مرونة الجلب وهبوض ضغط الدم الامتصابي يمكن أن توفر الاستفسارات حول التعرض المحتمل كالتاريخ التناول الطعام الإقامة التعرض المهني السفر الحديث أو البعيد التماس مع الحيوانات الأليفة أو الهوايات مزيد من الأدلة التشخيصية يمكن أن تكون هذه العناصر مفيدة في اقتراح مسببات الأمراض المحتملة والتي بدورها يمكن أن تفيد في مزيد من العمل وقرار استخدام العلاد بالمضادات الحيوية التجريبية بالنسبة لخصائص الأعراض يمكن أن تشير التفاصيل المتعلقة بالتكرار وطبيعة البراز إلى ما إذا كان هذا الإسهال ناشئاً عن الأمعاء الدقيقة أو الغليظة وبالتالي يمكن أن تشكير إلى بعض المسببات الأمراض عادة ما نميز بين الإسهال ناجم عن الأمعاء الدقيقة والغليظة بأن الإسهال ناجم عن الأمعاء الدقيقة يكون مائياً وكبير الحجم ويترافق مع تقلصات في البطن وانتفاخ الغازات كما يمكن أن يحدث فقدان للوزن إذا استمر الإسهال ونادراً ما تكون الحمى من الأعراض المهمة كما أنه من النادر أن يتم تحديد وجود دم خفي أو خلايا التهابية في البراز على النقيد من ذلك الإسهال الناجم عن الأمعاء الغليظة يتميز بحركات أمعاء متكررة ومنطظمة وصغيرة الحجم وغالباً ما تكون مؤلمة ويكون الحمى والبراز الدموي أو المخاطي شائعان ويمكن رؤية خلايا الدم الحمراء والخلايا الالتهابية بشكل روتيني في الفحص المجهري للبراز بشير العلامات الالتهابية هذه المتطبطة بعدوى الأمعاء الغليظة كالحمى أو البراز الدموي أو المخاطي إلى بكتيريا غازية على سبيل المثال السلمونيلا أو الشيقلة أو العاطفية أو الفيروسات المعوية على سبيل المثال الفيروس المضخم للخلايا أو الفيروس الغدي بالإضافة إلى المتحول الحالي للنسج أو كائنة حيوية سامة أخرى كالمطفيات الصعبة الإسهال الدموي الحاد غير شائع نسبيا ويزيد من احتمالية الإصابة بالإشريشية الكولونية المنتجة لاسموه الشيقة كالإشريشية الكولونية O157H7 الأسباب البكتيرية الأخرى للإسهال الدموي بشكل واضح هي الشيقلة والعاطفية والسلمونيلا يمكن أن يعكس الإسهال الدموي أيضاً مسببات غير معدية مثل الداء المعوي الالتهابي أو التهاب الكولون الأقفاري في الجدول التالي مسببات الأمراض المعوية وتقسيمها حسب ما تسببه من الإسهال في الأمعاء الدقيقة أو إسهال ناجم عن الأمعاء الغليظة يمكن الرجوع إليه كذلك بالنسبة للأغذية وعلاقتها بالإسهال قد يشير استهلاك منتجات الألبان غير المبسرة أو للحوم أو الأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيداً أو بعض مستحضرات الفيتامينات العضوية إلى بعض مسببات الأمراض على رغم أنه من الصعب في كثير من الأحيان معرفة أي تعرض للأغذية كان هو المصدر المحتمل للإسهال إلا أن التوقيت في ظهور الأعراض بعد التعرض للغذاء المشبه به يمكن أن يكون دليلاً مهماً في التشخيص ففي حال بدأ الإسهال في غضون 6 ساعات يقترح حادث أن تناول سم مشكل مسبقاً من المكورات العنقولية الذهبية أو العصيات الشمعية وخاصة إذا كان الغثيان والقيء هما الأعراض الأولية في حال كان الإسهال بعد 8 إلى 16 ساعة يقترح الإصابة بالكلوستريديوم في حال بدأ الإسهال بعد أكثر من 16 ساعة من تناول الطعام تشير عادة إلى عدوى فيروسية أو بكتيرية أخرى على سبيل المثال تلوث الطعام بسمو المعاوية أو الإشتكية الكولونية المفرزة للديفان الشيقة أو مسببات من الأمراض الأخرى في الجدول التالي تقسيم المكوروبات التي تسبب الإسهال مقسمة حسب العرض الرئيسي التي تسببه سواء كانت تقيئ أو الإسهال المائي أو الالتهابي بالإضافة إلى فترة الحضانة لكل من هذه المكوروبات ومصادر الغذاء المحتملة لها يرتبط عادة التعرض للحيوانات كالدواجن والسلاحة وحدائق الحيوانات الأليفة بعدوى السلمونيلا فيما يرتبط السفر إلى بيئة محدودة الموارد يزيد من خطر الإصابة بالإسهال الجلثومي ويبلغ أيضا عن خطر الإصابة ببعض أنواع العدوى الطفيلية عادة يرتبط العمل في مراكز الرعاية النهارية كالمستوصفات مثلا مع الإنتام بالشيقلة والكريبتوستيروديوم والجاردية فيما يعد فيروس الروتا أحد الاعتبارات المحتملة لكن في البلدان التي تقوم بشكل روتيني بتحصين الرضع ضد هذا الفيروس انخفضت العدوى بشكل كبير في تاريخ الطبي للمريض نسأل من المهم أيضا السؤال عن استخدام المضادات الحيوية كدليل على وجود عدوى في المطفية العسيرة وبالنسبة للأدوية الأخرى كمثبتات مضخط البروتون والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالإسهال المعيدي يجب الحصول على استكمال التاريخ الطبي السابق على سبيل المثال تحديد المضيف إذا كان منقوص المناعة أو إمكانية الإصابة بعدوى المستشفيات كأمثل على التاريخ الطبي الذي يفيدنا في تشخيص نوعية الإسهال نذكر أن الحمل يزيد من خطر الإصابة بمرض الاستيريات بعد تناول منتجات اللحوم الملوثة أو المنتجات الألبان غير مبسرة بحوالي 20 ضعف كما يطبط تشمع الكبد بعدوى الضمة ويطبط داء ترسل الأصبغة الدموية بعدوى اليرسينية ننتقل الآن إلى الفحص السريري يركز الفحص السريري بشكل مهم على تقييم حالة الحجم وتحديد المضاعفات يمكن الإشارة إلى نضوب الحجم عن طريق الأغشة المخاطية الجافة نقص مضونة الجلد انخفاض ضغط الدم الوضعي أو الصريح بالإضافة إلى الاضطرابات الحسية يمكن أن تكون هذه العلامات خفيفة أو غائبة خصوصاً ما نقص حجم الدم المبكر يمكن أن يقيم فحص البطن النتائج التي يمكن أن تشير إلى التهاب دقاق أو التهاب الصفاق بما في ذلك انتفاخ البطن أو الألم الناتج عن قرع الخفيف أو تصلب البطن أو المضاد المرتد بالنسبة للإستقصاءات عندنا التحاليل المخبرية يوجد أولاً التحاليل المخبرية الدموية التحاليل المخبرية عادةً غير مباررة بشكل الروتيني لا تطلب بكل مبضى الإسعال لكن في حال وجود استنفاذ كبير في الحجم تشير إليه العلامات التي ذكرناها كالبول الداكن والمركز يجب إجراء اختبار تمثيل غذاء الأساسي بي أم بي للكشف عن نقص بوتاسيوم الدم أو ضعف وضائف الكلا عادةً يعني تعداد الدم الكامل لا يميز بشكل موثوق بين المسببات البكتيرية للإسهال عن المسببات الأخرى لكنه يكون مفيد عادةً في تقدير وجود مرض شديد أو توقع مضاعفات محتمله قد يثير انخفاض عدد الصفيحات الدموية القلق بشأن تطور متلازمة انحلال الدم اليوروميائي وكما يتوافق تفاعل اليوكيميا مع تشخيص عدوى المطرية العسيرة يجب الحصول على تحاليل الدم في المرضى الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة أو المرضى الذين يعانون من امراض جهازية الاختبار الأهم في تشخيص أو متابعة مريض الإسهال هو فحص البراز لفحص البراز استطباب لإجراء فحص البراز والزدع الجلثومي وهي خمس أسباب أولها المرض الشديد والذي يعرف على أنه إسهال ماء شديد مع علامات لنقص الحجم أو إسهال أكثر من ست مرات لبراز مشوه في 24 ساعة أو ألم شديد في البطن أو الحاجة إلى الاستشفاء الحالة الثانية هي علامات أو أعراض تتعلق بالإسهال الالتهابي وكوجود الدم الإسهال الدموي أو مرود العديد من أجزاء البراز الصغيرة للحجم والتي تحتوي على دم ومخاط أو وجود درجة حرارة تكبر أو تساوي 38 درجة ونصف الحالة الثالثة وجود مميزات في المضيف عالية الخطورة كالمرضى ذوي الأعمار 30 سنة أو المرضى ذوي الأمراض المرافقة كأمراض القلب والأمراض التي تتفاقم بنقص الحجم بالإضافة إلى مضاعفي المناعة والحمل رابعاً في حال استمرار الأعراض لأكثر من أسبوع وفي الحالة الخامسة عند وجود مخاوف للصحة العامة على سبيل المثال مرضى الإسهال من متداولي الطعام كعمال المطاعم وغيرهم أو العاملين في مجال الرعاية الصحية في هذه الحالات هناك استطباب لإجراء فحص الزرع الجرثومي للبراز تتمتع بعض المخابر بإمكانية الوصول إلى اختبارات البراز المتعدد والتي يمكن من خلالها إجراء الاختبارات الجزائية لمجموعة عديدة من مسببات الأمراض المختلفة البكتيرية والفيروسية والطفلية في وقت واحد على عينات البراز الإسهال وفي بعض الحالات على مسحة المستقيم تشير بعض الأدلة إلى أن إجراء اختبارات البي سي آر يمكن أن تقلل من تكاليف استخدام الرعاية الصحية ووصل المضادات الحيوية كما أن تحديد أكثر من عامل ممرض واحد هو أمر شائع في الإسهال بالنسبة للمرضى الذين يعانوا من الإسهال الدموي هناك نوعان من المسببات للأمراض المحتملة الإشرشية الكولونية المفرزة لذيفان الشيقة والمتحولة الحالة للمسج وهذه تتطلب اختبارات إضافية بالإضافة إلى الزرع الجلثومي للبراز نقوم بفحص البراز الدموي بحثا عن ذيفان الشيقة وكريات الدم البيضاء البرازية أو اللاكتوفرين إذا كان ذلك متاحا في حال كانت هذه الاختبارات في البراز السلبية نجري اختبار داء الزحار يمكن أن يحدث الإسهال الدموي أيضا بسبب داء الأميبات المعوية ولسيما عند المسافرين لمدة تزيد عن شهر إلى مناطق العالم التي تتوطن فيها هذه العدوى أو المهاجرين من هذه المناطق كالهند وأفريقيا والمكسيك وأجزاء من أمريكا الوسطة والجنوبية أو عند الذكور الشردين على رغم من أن فائدة اختبار كريات الدم البيضاء البرازية في تقييم الإسهال الحاد محدودة بشكل عام بسبب تباين أداء هذا الاختبار إلا أن وجود إسهال دموي في غياب الكريات البيضاء البرازية يوحي بداء الزحار لأن هذه الكائنات تدمر عادة الكريات البيضاء هناك علامات حيوية أخرى لبداء المعوي الالتهابي هي الكالبروتوتين والذي يعمل في الغالب على تحديد نشاط الداء المعوي الالتهابي ولكن له دور غير مؤكد في الإسهال المعيدي يشمل العمل والتدبير العلاجي للمرضى الذين يعانوا من الإسهال المستمر أو الإسهال الذي لا يستجيب لعلاج التجريبي إجراء اختبارات الكائنات الحية الطفيلية وتقييمات أخرى للحالة غير المعدية إرسال عينات البراز لفحص البويضات والطفليات ليس فعالة من ناحية التكلفة بالنسبة لغالبية مرضى الإسهال الحاد مع ذلك فإن اختبار الكائنات الحية الطفيلية أمر معقول في المرضى الذين يعانوا من الإسهال المستمر أو غير المستجيب على العلاج التخبضة يمكن أن يختلف طيف الطفيليات المتبطة بالإسهال بناء على التعرض أو السكان بشكل عام الجاردية أو خفيات الأبواغ أو متحولة لحل النسوج هي أكثر مسببات الأمراض الطفيلية شيوعا في المرضى الذين يعانوا من الإسهال المستمر يرتبط الإسهال المستمر بعد السفر إلى مواقع معينة كروسيا والميبال والمناطق الجبلية بالجاردية وخفيات الأبواغ أو حلقيات الأبواغ يجب أخذ الميكرو سبوريديون في الاعتبار في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة الذين يعانون من الإسهال المستمر يمكن تشخيص معظم هذه العوامل الممرضة عن طريق الفحص المجهر للبويضات والطفليات كما يجب تنوي أنه يجب إرسال ثلاث عينات في أيام متتالية أو يعني فصل كل عين بما لا يقل عن 24 ساعة لفحص البويضات والطفليات لأن أفراز الطفلي قد يكون متقطعا بالنسبة للمرضى الذين يعانون من نقص المناعة على رغم من أن مسببات الإسهال المعدي النموذجية هي كائنات مسببة شائعة في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة إلا أن هؤلاء المرضى لديهم مخاطر أعلى للإصابة بمسببات أقل شيوعا خاصة الطفليات وCMV بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الإسهال الحاد والذين لديهم عدوى متقدمة في فيروس نقص المناعة البشرية تكون عدد خلايا CD4 أقل من 200 خلية بالميكروليتر أو أي حالة أخرى محددة للإيدز أو غير ذلك من حالة نقص المناعة يجب إرسال البراز للزرع الجلثومي وكذلك إجراء اختبار أو طفليات بالنسبة للمرضى الذين لديهم مخاوف بشأن عدوى الفيروس مبخم للخلايا على سبيل المثال مرضى الإيدز الذين لديهم عدد خلايا CD4 أقل من 50 خلية بالميكروليتر أو مرضى زرع الأعضاء فإن التنظير مع الخزعة هو أفضل نهج تشخيصي يمكن أن يصاحب التهاب الأمعاء والكولوم في المرضى الذين يعانون من قلة العدلات الشديدة عدد العدلات المطلقة أقل من 500 خلية بالميكروليتر إسهال بالإضافة إلى الحمى وآلام البطن يكون التصوير الطبقي المحوري له ما يبرره في مثل هذه الضغطوف عند التحدث للتعرض للمضادات الحيوية فبنسبة للذين يتناولون المضادات الحيوية حاليا أو الذين يتناولوها خلال الأشهر الثلاثة الماضية أو الذين تم نقلهم إلى المستشفى خلال الأشهر الثلاثة الماضية قبل ظهور الإسهال يعد التهاب الكولوم بالمطلقة العسيرة مصدر للقلق الرئيسي في حالات الفاشيات في حال وجود تفشي مرض معروف في المجتمع قد يكون هناك ما يبرر إجراء اختبارات إضافية إذا كان المرضى الذين يعانوا من التعرض المحتمل يعانون من الإسهال لذلك يكون إجراء اختبار لهذه العدوى الطفلية والفيروسية مناسب في مثل هذه الأوبار عند المرضى الشارفين جنسيا يزيد الاتصال الشرجي أو الفمو الشرجي من خطر التلقيح المباشر أو الانتقال للبرازي الثموي لمسببات الأمراض البكتيرية والطفلية على وجه الخصوص الشيقلة والجاردية والمتحولة الحالية لمسج يجب في هذه الحالة تقديم البراز من هؤلاء المرضى للزرع والاختبار الطفيلي ويمكن نكشف عن هذه الكائنات عن طريق الفحص المجهري لبويضات الطفليات كما قلنا ثلاث عينات في ثلاث أيام متتالية عن طريق اختبار المستضد والطرق الجزائية يمكن أن يكون إسهال الحال في الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال أيضا مظهرا من مظاهر التهاب المستقيم والذي يمكن أن يحدث بسبب العدوى المنقولة جنسيا الكلاميديا والسيلان والزهري وفيروس الهيربس بسيط يمكن أن يحدد تنظير الشرج الإفرازات الشرجية أو هشاشة الغشاء المخاطف المستقيم والتي توحي بالتهاب المستقيم وقد يكون هناك ما يبرر اختبار هذه الأمراض المنقولة جنسيا والعلاج التجريبي للكلاميديا والسيلان بالإضافة إلى زراعة البراز بالنسبة لاستخدام الأشعة في تقييم مريض الإسهال عادة لا يوجد ما يبرر تصوير البطن في مرضى الإسهال الحاد مع ذلك بالنسبة للمرضى الذين لديهم علامات التهاب صفاقي يمكن أن يكون التصوير البطني طبقي المحوري للبطن مهماً لتحديد المضاعفات المحتملة كانثقاب الأمعاء أو الخراج أو التهاب الكولون الخاطف أو تضخم الكولون السام أو انسداد الأمعاء كما تعتبر النتائج الشعاعية كسماكة جدار الكولون من سمات عدوى المطلية العسيرة ولكن يمكن رؤيتها أيضاً مع أسباب أخرى للتهاب الكولون المعدي وغير المعدي ننتقل إلى تدبير مريض الإسهال بالنسبة لتدبير مريض الإسهال تبدأ عادة إدارة مرض الإسهال بإجراءات عامة كتعويض السوائل والحفاظ على التغذية مع تعديل النظام الغذائي إذا لزم الأمر المرض الذين يعانون من أعراض مزعجة قد يستفيدون من العلاج الدوائي والعرضي يجب التنويه بشكل مهم إلى أنه لا يشار إلى العلاج بالمضادات الحيوية في معظم الحالات لأن المرض عادة ما يكون محدوداً ذاتياً مع ذلك قد يكون العلاج التجريبي والمخصص بالمضادات الحيوية مناسباً في أوقات معينة العلاج الأكثر أهمية في مرض الإسهال هو معالجة التجفاف ويفضل أن يكون ذلك عن طريق الفم بالنسبة لإعقاء السوائل تكون محالي الإماهة الفموية ORS بما في ذلك محالي الإماهة الفموية المعيارية المرضمة الصحة العالمية أو الأملاح التجارية هي أكثر ملاءمة للمرضى المصابين بالإسهال الأكثر حدة يجب استخدامها على حد سواء لإمداد المريض بالحجم المستنفذ وأيضاً للحفار على الحجم بمجرد نضوبها كما أن هذه الأملاح تم تطويرها بعد أدراك أن امتصاص لغلوكوز المعوي عن طريق النقل المشرك للصوديوم والغلوكوز يظل سليماً في حالة الإسهال يجب أن يتلقى المصابون البالغون بالإسهال بنقص حجم الدم الشديد في البداية دعماً بالسوائل عن طريق الوريد بمجرد أن تم تلئ يتم التحويل إلى محالي المعالجة الجفاف عن طريق الفم يفضل بعض المساهمين في أبتوديت إعطاء السوائل عن طريق الوريد للمرضى الذين يعلموا من الإسهال الدموي أو في حال الاشتباه بالإصابة بسموم الشيقة بالنسبة للتوصيات الغذائية لم تثبت فائد التوصيات الغذائية المحددة بخلاف الماء الفموي بشكل جيد في تجارب ذات الشواهد مع ذلك التغذية الكافية أثناء أنه بالإسهال مهمة لتجديد الخلايا المعاوية الالتهابية إذا كان المرضى يعانوا من فقدان شهية أو من الغثيان والقيق فأن فترة قصيرة تناول السوائل فقط لن تكون ضارة كما يشار إلى النشويات المسلوقة والحبوب البطاطل مع كرون الأرز وغيرها يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون حتى تعود وظيفة الأمعاء إلى طبيعتها بعد نوبة إسهال حادة ننتقل إلى العلاد بالمضادات الحيوية التجريبية هناك استطبابات لاستخدام المضادات الحيوية بشكل تجريبي حيث لا نستخدمها بشكل روتيني عند البالغين المصابين بالإسهال على رغم من فعاليتها في تقليل مدة أعراض الإسهال في بعض الحالات معظم الأفراد المصابين بالإسهال الحاد والذين عادة ما يكون قصير للأجل وغالباً ما يكون نجمع الفيروسات فائدة استخدام المضادات الحيوية لا تفوق المساوئ المحتملية من استخدامها المساوئ كالأثار الجانبية للأدوية وتعزيز مقاومة البكتيرية والقضاء على النبيت الجفوم الطبيعي بالإضافة لخطر الإصابة بالمضطية العسيرة إضافة للتكلفة مع ذلك بالنسبة للمضاد الذين يعانون من مرض أكثر أعراض أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض أكثر شدة فإن العلاج بالمضادات الحيوية التجربية مناسب لتقليل الأعراض قد يكون له فائدة نسبية أكثر عند هؤلاء المرضى الاستطبابات لاستخدام المضادات الحيوية التجربية أولاً في حال وجود مرض شديد كحمة أو براز أكثر من 6 مرات في اليوم أو نقص حجم يستدعي دخول المشفى ثانياً في حال وجود السمات التي توحي بالعدوى البكتيرية الغازية كالبراز الدموي أو المخاطي باستثمار حالات المرض غير الحاد عندما تكون الحمى منخفضة أو غائبة ثالثاً عند وجود عوامل عند المضيف تزيد من خطر حدوث المضاعفات بما في ذلك العمر أكبر من 70 سنة الأمراض المصاحبة كأمراض القلب وحالات نقص المناعة العديد من الأطباء يهتمون عند العلاج المرضى الذين يعانوا من الإسهال الدموي الشديد احتمالية أن تكون الإشريشية الكولونية المفرزة ذيفان الشيقة هي العامل المسبب للمرضى على ضغم أننا لا نستخدم المضادات الحيوية لعدوى الإشريشية الكولونية المفرزة ذيفان الشيقة لأنه لا وجد دليل على فائدتها بالإضافة إلى وجود خطر حدوث متلازمة تنحلال الدم اليورميائي فإن معظم حالات الإسهال الدموية غالباً لا تسببها هذه الإشريشية بالإضافة إلى أن تم الإبلاغ أن الارتباط بين الـ HUS والمضادات الحيوية غالباً يكون عند الأطفال بالتالي بالنسبة لمعظم البالغين المصابين بإسهال دموي شديد الأعراض تفوق فوائد العلاج بالمضادات الحيوية المخاطر المنخفضة المحتملة من علاج الـ HUS بالمضادات الحيوية التجربية مع ذلك فإننا نتجنب العلاج بالمضادات الحيوية التجربية عند المرضى للمستقرين حتى تظهر نتائج اختبال البراز لنستبعد وجود الشريشية الكولونية المفرزة لديفان الشيقة بالنسبة لاختيار الصاد يمكن أعطاء الأزيترومايسين كجرعة واحدة 1 جرام مرة واحدة يومياً أو 1 جرام لمرة واحدة أو 500 ميلي جرام مرة يومياً لمدة 3 أيام كيمكن أعطاء السيبروفلوكساسين أو الليفوفلوكساسين بالنسبة للنساء الحوامل عند وجود إسهال مصحوب بالحمى أو المرض الجهازي للنساء التي تعرضنا لإحتمال الإصابة بمرض الاستيريا المستوحدة يجب أن يشمل العلاج التجريبي على مضادات حيوية ذات مشاعر ضد هذا الكائن بشكل عام نتحدث عن فعالية العلاج بالمضادات الحيوية التجريبية بشكل عام يكون العلاج التجريبي الإسهال الحاد المكسب مفيداً عن طريق تقليل مدة الأعراض من يوم إلى يومين لكنه لا يغير من مسار المرض بشكل كبير وقد أجري التجارب مذكورة في الشرح لن ندخل في تفصيلها لكن يجب التنويه إلى أن الفائدة تكون على تقليل مدة الأعراض وليس على تغيير مسار المرض بشكل عام بالنسبة للعلاج المحدد بالمضادات الحيوية أي عندما عرفت وتحديد العامل الممرض البكتيري رغم ذلك ليس كل المرض يحتاجون العلاج بالمضادات الحيوية لكن يجب التنويه أنه لا ينبغي معالج الإشريشية الكولونية إذا تم تحديدها هي السبب بالإسهال الإشريشية الكولونية المنتجة لسموم الشيقة لا تعالج بالمضادات الحيوية بالنسبة للعلاج الأعراض عفوا يمكن استخدام العامل المضاد للحركة كاللوبراميد يوقع بجرعة حبتان 4 ميلي جرام في البداية ثم 2 ميلي جرام بعد كل براز غير متشكل لمدة يومين بحد أقصى 16 ميلي جرام في اليوم يمكن اعتبار ثلسيلات البزموت بديلا مقبولا بالإضافة إلى راسيكا دوتريل كما يمكن استخدام البروبيوتيك مع البكتيريا المفيدة التي تساعد في الحفاظ على الأمعاء أو إعادة استعمارها بالنبيت الجرثومي غير مسببة للأمراض وهو كعلاد بديل بالنسبة لمتابعة مريض الإسهال بشكل عام متابعة فحوص البراز ليست ضرورية حتى لو كانت إيجابية في البداية لكن في بعض الحالات كالمرضى من ذوي المهن الخطيرة كالمرضى الذين يتعاملون مع الطعام أو الذين يقومون بعض المرضى بشكل مباشر قد يكون اختبار براز سلبي ضروريا للعودة للعمل بعد وجود إصابة بإسمرار الإسهال إذا تم حل الإسهال أو استجابة سريع العلاج فلا داعي لمزيد من العمل أو العلاج في حال أصبح مستمرا يمكن توسيع البحث للبحث عن المسببات لمحاولة تعزل السبب أو تحديد عامل ممرض غير شائع لهذا الإسهال في النهاية ملخص سريع يمكن العودة له ملخص وتوصيات عن المحاضرة اليوم يمكن نرجوع إليه تحديد مقاربة مريض الإسهال من ناحية التقييم والتشخيص والعلاج شكرا لحسن استماعكم تحت محاضرة اليوم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة